اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة لكن تجارته هاي السفرة اللي بدو يسافرها بدها سنة سنتين لسه ما كان يعرف وهو في عنده اموال كتير في البيت طب شو بدو يعمل ياخدها ماء على السفر ما بيقدر خاف يطلع له قطع طرق بيخاف هو اذا مات مثلا ما بيقدر يوصلوا لأهله بياخدوهم الناس هيك من الطريق فكر فكر شو بدو يعمل زكر انه هو فيه جاره صديقه وعزيز عليه وكان امين هذا الجار فقال انا رح اخبيهم عن جاري الامين بس بدون ما اقوله انه فيه فلوس رح اعمل خطة واتركهم امانة عنده شو عمل راح جاب جرة كبيرة حط الدهب في الجرة من تحت وعبى فوقيها زيتون جاب حبهت زيتون وعباهم وكأنه عمل مخلل زيتون وغطى كل الدهب في الزيتون وهيك الجرة كبيرة عباها زيتون وغطاها باوراق شجر الزيتون وحملها وراح انجاره قال له يا جاري العزيز انا بدي اسافر بتجارة طويلة يمكن اغيب سنة سنتين لسه ما بعرف فممكن تخليلي جرة الزيتون هادي عندك امانة قال له ولا يهمك طبعا خليها عندي وانا بدير بالي عليها قال له بس خليلي اياها اذا رجعت باخدها منك واذا ما رجعت بتشوف مين ارايب اللي موجودين وبتعطيهم اياها قال له اوكي ماشي تمام ولا يهمك وسافر التاجر وراح يشوف تجارته وغاب فصار جاره شو يعمل كل ما يجي ضيوف يطول من الزيتون وضيفهم وحط لهم مع الاكل يوم ما مرته تطبخ يطلع برضه من الزيتون وحط له لمرته اولاده ويعكله وضل هيك كل يوم كل يوم لعند ما وصل وبين معاه الدهب شاف انه الجرة فيها دهب شو عمل اخد الدهب وصرفه على حاله وعلى اولاده ما حافظ عليه اه والله شفتو ما حفظ الامانة المهم بعد ما مرت سنة وشوي رجع التاجر هداك جاره شو عمل جاب نفس الجرة بعد ما خلص منها الدهب جاب زيتون كتير نفس الزيتون هداك الاولان اللي كان حاطه التاجر وحطه في الجرة وغطه وكأنه ما استخدم الجرة لما رجع التاجر من سفرته الطويلة راح عن جاره وقال له يا جاري العزيز ممكن تعطيني جرة الزيتون اللي خبيتها عندك قال له اه طبعا طبعا وراح جاب له الجرة المغشوشة مو الجرة اللي كان فيها الدهب لانه هو اخد الدهب واعطاله اياها وقال له تفضل هي جرتك اخدها التاجر ورجع بيته طلع الزيتون بيطلع الزيتون ما وين الدهب ما في دهب راح على جاره يركض قال له وين الدهب اللي كان بالجرة قال له دهب ما كان في دهب بالجرة انت ما عطيتني دهب انت عطيتني جرة فيها زيتون راح التاجر وين عند القاضي راح للقاضي وحكى له قسطه قال له القاضي جيب جارك البينة على من ادعى واليمين على من انكر ايجا التاجر قال انا حطيت زيتون ودهب والجار قال ابدا ما كان غير فيه زيتون وهي الزيتون فالقاضي ما عنده ايش يثبت انه كان فيه دهب فحكم ببراءة الزلمة وقال له التاجر خد جرة زيتون تبعتك وروح روح التاجر يا حرام وهو يعني مظلوم مأهور على فلوسه ودهبه المدينة كلها صارت تحكي بقصة التاجر وجرة الزيتون والدهب ففي يوم من الايام والقاضي ماشي في المدينة سمع ولاد هيك صبيان ادكم او اكبر هيك بسنة سنتين منكم بيلعبوا وبحكوا بقصة جرة الدهب والزيتون فواحد من الصبيان هدول شو قال انه الجار هو صرف لا واحد من الصبيان هدول شو قال قال انه لو القاضي فكر شوي وفحص الزيتون هذا الزيتون قديم ولا جديد كان عرف انه هادي جرة التاجر ولا مغشوشة والجار اخذ الجرة الاصلية اللي فيها الدهب طلع القاضي هيك واكتشف انه اه انه واحد لازم فيه امور يكون فيها استشارة وبحث ويسمع من الاراء يعني ما يستصغر رأي ولا حدا حتى لو كان صبي صغير ورجع القاضي وطلب التاجر وجاره قالهم تعالوا وجيبوا لي جرة الزيتون معاكم ايجا يا حرام التاجر ومعا جرة الزيتون تبعته وحطها وايجا الجار وقعد جاب خبير بيعرف بالزيتون قال له هذا الزيتون زيتون السنة ولا زيتون السنة الماضية ايجا الخبير مسك الزيتون قال له يا حضرة القاضي هذا الزيتون جديد هذا مو زيتون قديم هذا ما الو زمان معمول الزيتون هون اكتشف القاضي كذب الجار وجابه قال له تعالك هذا الزيتون مو زيتون جارك التاجر وين الزيتون والدهب فلما حس حاله الجار انه انكشف اعترف بالقصة كلها وقالهم انه انا اكلت الزيتون انا ولادي وصحابي والدهب صرفته على اولادي فالقاضي حكم على هذا الجار يرجع الدهب للتاجر ويرجع له الزيتون وهيك بيكون التاجر رجع حقه من الدهب بس شو بنستفيد من هاي القصة انه لازم نستشير نستشير جيرانا او اي حدا بيخبي اشي زي بيغطي باشي زي زيت لا 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 او بيغطي اشي ذاقي ملائله هلا هو لازم نستشير بس كيف يعني القاضي لما ايجا يحكم حكم مباشرة على اشي بس قدام عينه لكن هو لو كان فيه حوالي لجنة او حوالي مستشارين او حتى شايف هو القاضي اخذ الاستشارة من تمين من طفل من الولد الصغير من الصبي صح؟ صح فاحنا ما لازم نستصغر اراء الناس حتى لو كانوا صغار ممكن فعلا يكون عنده رأي معين نكتشف انه هو صح فالواحد نستفيد من هاي القصة ايش؟ انه الواحد لازم يستشير ياخد برأي الصغير بالرأي الصح حتى لو كان من ولد صغير صح؟ صح وتوتى توتى؟ خلصة الحدوتى اشتركوا في القناة ها چده ?!